السلام عليكم يا اهل ابيكم واليوم ارجعنا لكم بعد غياب طويل في شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والعافية ان شاء الله وقبول الاعمال والستر واذا اعجبكم الفيديو ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وهاي اليوم الاطباق هي بطور عائلتي لأول يوم من شهر رمضان وهاي الاطباق كلها موجودة على القناة وهاي شي بسيطة زينة رمضان حضرنها البنات ان شاء الله وينعاد علينا وعليكم وارجو تطبع هاسا راح نحضروا ياكم وهذه الوصفات كلها تلقونها بصندوق الوصف بسم الله الرحمن الرحيم هاي جبنا طاوة وحطينا بهذهين وراح شوية نحمس اللحم او نشوحها حتى على مدن خليه بجدر الضغط وانطبخها حتى تطلع الزفرة مالتي ياخذ البهارات رشينا علي بهارات مدراسي كارين مدراسي وورق غار ونومي بصرق وبصل وثوم حتى على مدن الزفرة تروح من اللحم احمسه خارج جدر الضغط وبعدين اخليه بجدر الضغط عسه رشينا علي فلفل فلفل اسود هم خليه تضفت لي يعني شو تحبون بهارات تخلون حطينا البصل و الثوم عسه رح اقلب النوبة حتى ياخذ اللون الثاني عسه من اخذ لون رح اديره بجدر الضغط عسه هنا رح اديره بجدر الضغط اللحم اخليه طبعا جدر الضغط الكهربائي 35 دقيقة يستوي ومرة اللحم اذا افتحه والقامام استوي ارد اردود اضيف لعشر دقائق حسب اللحم اللي يعدكم والله هو 35 دقيقة كلش كافي وبعدين انا افتحه واملحه ما املحه من اول مرة حتى اللحم ما يسرقه وانه بضفت لماي افور لماي واضيفه حتى ماي يلزم اللحم حسه قبقته رح اسده ورح اوقت الوقت زوت ل 35 دقيقة خليتي هذي وننتظر ان شاء الله لمن ينضج هسه هذي عندي بصل مقطع رح احمسه رح اساوي شوربه هسه رح حضر شوربه انا اكو عدس عندي سالكته ومكملته رح احمس البصل واخلي البهارات هوي البصل اللي تحتاجها الشوربه والفيديو مال الشوربات كله موجود بالقناة ورح اخلي لكم صندوق الوصف انا الشوربه اضيف الهماجي واضيف اله فلفل اسود وكركم وكمون حسب الرغبة هاي الدول ما عندي لفتها ومكملتها وطابختها وهم موجودة وياكم بالقناة يعني تلقونها ورابط رح اخليها من صندوق الوصف احمسه طبعا الدول ما كلش طيبة صارت هسا حطيتلها شوربه تكرمن البصل رح اضيف لها بهارات واضيف لها شغلة حطيتلها انا شوربه احط لها كروفس مجفف وحط لها بهارات اللي ذكرتها وما جي همينة اخلي لها اضيف لها واخلطها بالمكسر النوب هسا خلطتها بالمكسر حتي انعمها كلش هسا عندي هاذا رح احمصه للتمن كاجو رحضر وياكم الحشوة ما رح رح اسوي هاذا بلنقو بدور الشية انقع بالماء انقع واخلي واضيف لزعفران وما يوارد وشكر بعد همين ضوقونا وشوفونا شنو يحتاج خلصنا العصير وقلبنا رح اقلب الدون ما هسا وياكم حتى عمو تبرد قبل الاذان هي بعشر دقائق ربع ساعة قلبتها انا اطبخها بتمر الهند لذلك صار لونها غامق كلش طيبة جاربوها وخليت لها قطع لحم مو خليت ضلوع بس قطع لحم جواها حتى تطيها طعم شوية مو خليت مو خليت مو خليت مو خليت هسا هنانة بدينة نزين التمن انا حسويت لوز وسويت حمصة لوز وحمصة كاجو وكشميش والفيديو تلقونا كامل هناك نفسي تلقونا بالصندوق الوصف مكسب بعت هنا زي انا عمر على الجميع وانا بزاليا هنضفت لهي حتى تطيها لون يعني ما عمل لذا اللون الاخضر يطي بهجي كوشمش وبوتيتا البوتيتا انا ما قليتها سويتها بالمقلاية الهوائية حتى ما تاخد دهن وهنا شنا اللحم من هذا كيف تدون تحمسونه شوية بالدهن او هتش انا افضل هتش حتى شسمي صح يكون واحنا صايمين وهذا الاكل كله دسم وهنا شكل النهائي وصحتين وعافية علينا وعليكم الله يتقبل اعمالي الجميع وينعاد علينا بالخير وبالعافية عالجميع ان شاء الله